اشتركوا في القناة النهاردة مع آية جميلة وعظيمة تهم كل مسلم ومحتاج يعرف سبب نزولها عشان نتعلم منها يا رأيك نستمع الآية ونعرف سبب نزولها وكاننا على الله سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم بداية عجيبة للآيات يا شيخ خالد شفت يعني بداية عجيبة تحدي لا 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 ده حاجة ده فيها ده فيها شغل عالي أوه يا شيخ رمضان آه والله طب تعالي نشوف بقى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه ما يعني كان حبر الأمة وكان أعلى من الناس ترجم من القرآن آه ترجم من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما فقهه في الدين وعلمه التأويل صحيح كان لا يسأل عن أي آية في كتاب الله إلا ويقولك كل حاجة عنها الآية دي نزلت إمتى وفين ومنذبتها إيه ده صحيح الحديث اللي حنقوله ده أخرجه ابن أبي حاتم وحتسمع العجب فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أمر الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس ففرحت بذلك اليهود فاستقبله بضعة عشر شهر وكان يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو الله وأنظر إلى السماء فأنزل الله فولوا وجهكم شطرة فارتاب في ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلاتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب وقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله دي الرواية الأولى اللي أوردها سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ولو كمان رواية تانية برضو أخرجها ابن أبي حاتم بيقولك إيه أنه لحد ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل وددت لو حولني الله إلى الكعبة فإنها قبلة أبي إبراهيم فقال له جبريل إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فسل أنت ربك فإنك عنده بمكان ثم عرج جبريل وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة سبحان الله وذلك قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها يقول ابن عباس أي نرى تردد وجهك وتصرف نظرك إلى جهة السماء فلا نحول أنك ولا نصرف أنك عن بيت المقدس إلى قبلة تحبها وتهواها وتميلوا إليها أدي كلام ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما وما أورده ابن كثير في تفسيري العجيب العجيب إن الناس مش روح دابانها إن حادث تغيير القبلة ده بغض النظر عن إنه تشريع يا فاضل الشيخ رمضان أيوه ده بيبين عظيم وجسيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله يقوله فلا نولي أنك قبلة ترضاها ما قالش أرضاها ترضاها والأمة كلها والأمة كلها يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أيوه أيوه يعني قدر النبي كبير يبقى إذن إذن إحنا اتجاهنا للقبلة ده حيفضل إلى يوم القيامة تأكيد على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي اللي للأسف الشديد ضيعها البعض في قلوبهم وإن كان بيشعرك أنه محب للنبي عليه الصلاة والسلام نقوله أنت إزاي محب للنبي وبتبعد عن سنته أنا ويقول لك ويقول لك ويقول لك والله الحديث ده ما إلزمنيش استغفر الله السنة دي أنا ما بعملش سنة أنا بصال الفردي بس مثلا يعني شوف الفرق ما بين السلف وما بين وضعينا هم كانوا يسألون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتباعها وتطبيقها والناس يسألون الآن عن السنة لتركها يقول لك لا استنى استنى سنة ولا فرد تقول له سنة يقول لك طب شكرا يقول لك شكرا آه خلاص أنا مش عاملة طب يا جماعة طب لقد كان لكم في مين أسوة الحسن في رسول الله أسوة الحسن لا إلهي لله ما برضو برضو بينك الناس محتاجة قوة دافعة تبهل لهم إيه مكانة النبي فالآية دي من أهم الآيات اللي بتبين مكانة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وكيف جبر الله خاطر الحبيب صلى الله عليه وسلم والمقام النبوي والمشاعر المراعات بيسمو إيه مراعات الجانب أو مراعات مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم فربنا لما بيقولوا إيه قد نرى تقلب واجيكا في السماء ده ما طلبش ده هو كان بيفطفض مع جبريل بيتكلم مع جبريل طبقا للرواية الثانية اللي إحنا لسه سمعينها دلوقت تمام تمام فقال له طبق سيدنا جبيل بقول له أنت كريم أوي عند ربنا وانت طلبك هيجاب عند ربنا أطلب النبي بصل السماء فربينا بقول له قد نرى تقلب السؤال بقى لأنا عايزة أعرفه يعني هو لي قال له قد نرى قد تفيد التحقيق يا سيدنا يعني أي أنني أرى وكلمة قد لأنها تفيد التحقيق معناها أنها محققة الوقوع إذا وردت في القرآن الكريم أي لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق أيها قد أفلح المؤمنون قد نرى تقلب وجيك في السماء شوف فالنولينك قبلة ترضاها كلام جميل أول الأول الأول قد نرى تقلب وجيك في السماء أفادت التحقيق والوقوع الأمر الثاني أفادت حياء النبي صلى الله عليه وسلم أفادت حياء النبي الأمر الثالث أنه الدعاء لا يتوقف على اللسان يا شيخ رمضان صحيح أهو الله صحيح أهو رأيك أهو طبعا خدت بالك من الملحظ ده أهو صحيح طب فين الملحظ ده تلاقيه هنا في الآية هو طلب أهو بالزبط مارا تقلب وجيك إنه علم بذات الصدور يعني معنى ذلك أنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظره كان مجابة دعاء يعني مجرد انتبص من النبي وتمني شيء وتمني شيء كان دعاء مقبول عليه الصلاة والسلام فشوف قد إيه الخاطر المحمدي كان عظيم عند الله عز وجل يلحق آخر ركعة في الظهر أو ركعة الثالثة ماشي ومجرد إنه يخلص يا مولانا مجرد إنه يخلص نعم كأنه يطير من المسجد وكأنه يعني الشغل عندنا مقطع بعضه يا أخي سبحان الله تخيل نعم بيطلع لك مئة عفريت ساعتها لما بتخش الجامعة نعم والدرجة إنه فيه ناس بتنتهي من صلاة صلاة الفرد حتى بدل ما ينشغل بالذكر أول حاجة أم يطلع الموبايل من جيبه نعم للأسف ذير من الحق تبارك تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سلم يا رب سلم يا رب فإذا إحنا كنا في فتنة أو في محنة بنقول للناس راجعوا أنفسكم مع سنة رسول الله عليه الصلاة مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صحيح وبعدين يعني أنا مش عارف برضو بيني وبينك إزاي بعض الناس بعض الناس أنا مش بنعمم بعض الناس بينتظر شفاعته يوم القيامة وهو مش قادر على سنةه في الدنيا طب أقول لك على الأصعب ولا يعرفوا شيئا عنه آه طبعا ولا يعرفوا شيئا عنه تكلموا عن السنة كأنك بتكلموا عن لغز تكلموا عن سيدنا النبي ما عارفش حاجة عن سيدنا النبي كيف كان ينام كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف كان يعامل أهل بيته ده أنت لما تيجي تقول النبي كان يقوم في مهنة أهله يتعجب الرجال ويدرب كف على كف إذا كمان عوزنا نجيب الخضار خلينا نطلع لفاصل ونعوض إليكم مستمعين الكرام لننهل من هذه الآية العظيمة بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا وارجعنا لكم مرة تانية عزائي المستمعين والمستمعات في برنامجكم آية وحكاية وكنا بنتكلم عن هذه العظمة القرآنية وربنا بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء صحيح فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إزاي القرآن الكريم يقول لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني أنا أعلم بك من نفسك وأعلم بما يرضيك يبقى إذن المولى أو الآيات حنقول الآيات كانت حريصة على إرضاء النبي لا لا بص يا شيخ خالد انت فكرتني برواية اللي جات في سورة الأحزاب لما ربنا قال ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء المرأة اللي وهبت نفسها للنبي وقال إن أراد النبي أن يستنكحها طبعا ستين عائشة قالت له هو إيه ده في مرأة في وحدة تهيبوا نفسها هو في مرأة تهيبوا نفسها فالقرآن أنزل الآيات فستين عائشة قالت له ما أرى ربك إلا يسارع في هواك صلى الله عليه وسلم يا سلام شوف الجمال شوف إيه ده إيه إيه ده يسارع في هواك انت خد بالك بقى من حاجة انت اتكيتها لنوطف منتها الخطورة كلمة هوا في حد ذاتها مش غلط لأن الهوا نوعان هوا ضال وهوا خير هوا صحيح وهوا فاسد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوا يبقى ده أني هوا ده الهوا الفاسد الهوا الفاسد الهوا الفاسد الهوا الصحيح أن يهوى الإنسان وأمر في طاعة الله صحيح انت مش بتلاحظ كده أن بعض الناس مغرم 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 بالسفر إلى أوروبا وبعض الناس مش ما يطقش أوروبا وكل حياته مغرم من يروح الحرم والله العظيم شوف إيه ورب الكعب أهل الله أهل الله قعدته قدام مقام سيدك النبي صلى الله سلم في المدينة وإنت بتسمع الأدان بتاع المسجد النبي وكده بص يا شيخ خالف يا خابة ربي يض على الحلاوة يبيع المحصول تبيع اسورتين دهب عندها يستلف فلوس عايز يروح يقول لك لا ده يقول لك تعبير جميل أو هو مسافر يقول لك أنا رايح عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا مش يقول لك أنا رايح عامل عمرة أنا رايح حظوري النبي شوف اللي بتبيع جموسيتها دي علشان تروح تعمل عمرة لو جيت تقول لها إيه ما تجي حاجة بهانا أودكي باريس تعود لكمين مجانا هدية هدية ولا أوروبا أقول لك أعمل بيه يا ابننا فيه حل الكلام ده خلاص خلص عمرة ما تفاق إنما تقول لها إيه تجي تزور النبي تفضل تعايت يعني قبل ما تكمل معاك الكلام يا أخي ربنا ما يحرمنا ولا يحرم السامعين من زيارة حبيب المصطفى ويبقوا تعبنين وعنده خشونة أو بتقول لك اسكت اسكت ده أنا بروح هناك وأطوف تقول لها حاجة مش عايز ولي تشير كرسي متحرك تقول لك لا 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 أنا حقدر أطوف أنا حقدر أطوف سبحان الله شوف بقى إيه ده ده حاجة عجيبة وتلاقي مثلا إيه الراجل عجوز شيبة عنده مثلا مئة سنة لا تأملهم كمان يا مولانا بتلاقيهم بجلالبهم يعني هو مش محرم يعني هو بيعمل طوف تطوع يعني ووالله بنلاقيهم إيه ده سبحان الله ده الهوى المحمود بقى فيه هوى محمود وفيه هوى مذموم الآية هنا بقى فيها حاجة عجيبة بيقولوا عليها إيه بيقولوا الترتيب ده دليل على أنه ترتيب من عند ربنا سبحان الله إن القرآن ترتيب من عند الله الآية دي نزلة في آخر آيات القبلة خد ذلك اللي هي قد نرى تقلبها جيكا في السنة يعني أول موضوع خالص في القرآن سيقول السفهاء من الناس ده أول الموضوع ده الترتيب بتاع المصحف اللي موجود أيها بالذات وده الترتيب طبعا توقيفي بتاع سيدنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة والصحابة ما فيش فيه كلام تمام إنما العلماء بيقولك إيه إن دي تأخرت في الترتيب إنما متقدمة في النزول يا خبر على الجمال والله العظيم يا شيخ رمضان لا وضحة لي واحدة واحدة عشان أفهمها يعني لو عاوز تفهم الآيات بشكل مرتب تقول تفهمها الأول إنه قد نرى تقلب وجيكا في السماء فلنوال لأنك قبلة ترضاء نزلت قبل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس مع إنه دلوقتي إحنا في المصحف أيها البداية هي سيقول السفهاء من الناس وبعد شوية نقرأ قوله تعالى قد نرى تقلب وجيكا في السماء مين بقى اللي بيقولي الكلام ده عشان بس الناس ممكن تقولك إيه المراجع بتاعتك وجبتوا كلام ده منين ده الإمام البغوي رحمة الله عليه ورد الله عنه ورده وكان من إمام كبير من أئمة العلم التفسير والحديث وإمام من أهل السنة بيقول إيه الإمام البغوي بقى رد الله عنه ورده في التفسير بتاعه وقاب حديث أخرجه البيهقي في السنن وابن عبدالبر في التمهيد إيه الحديث ذا بيقولك إيه قال الإمام البغوي في معالم التنزيل إن هذه الآية قد نرى تقلب وجيكا في السماء وإن كانت متأخرة في التلاوة إلا أنها متقدمة في المعنى شوف الجمال بقى فإنها رأس القصة آه صحيح يعني القصة بدأت قد نرى تقلب وجيكا في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها فطبعا لما تغيرت القبلة السفهاء تكلموا وقالوا اللي قالوا فبعدها المفروض بقى يتقال سيقول السفهاء من الناس إلا أنها إيه فإنها رأس القصة وأمر القبلة أول ما نسخه من أمور الشرعة يعني الإمام البغوي هنا من جمهور العلماء اللي شايفين أن هذا إنه علم الناسخ والمنسوخ ده موجود وثابت وبيؤيد المسألة الناسخ فبيقول لك إزاي الآية دي بقى ده دليل على أن القرآن ده توقيف من عند الله لو كان القرآن حد يقدر يعبس فيه كان رحوا مسكين الآية دية تحطوها قبل آية سيقول السفهاء من الناس يا صلاة النبي كأن المولى سبحانه وتعالى أراد أن يوضع هذه العلامة دليل على أن القرآن نزل ورتب كما رتبه الله بتكليف جبريل بمراجعة إلى رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم بتوقيف من النبي على الصحابة فلم يستطع الصحابة أن يغيروا كلمة ما كان كلمة أو يبدلوا لفظا ما كان نفظا أو سطرا ما كان سطرا أو آية قبل آية يا مولانا إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له الحافظون شوف الآية دي ده عجيب يا شيخ صحيح والله يعني أنت في بداية الآية سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلاتهم التي كانوا عليها فالقصة بدأت هنا بترتيب عجيب زي ما بيحصل بالزبط على فكرة ده اسلوب بيلجأ إليه كتاب اتعلموه يعني اتعلموه كتاب الدراما وكتاب المسرح وكتاب الأفلام وكتاب الكلام ده يبدأ لك من الآخر يجيب لك من الآخر ده في عمر مسلسلات كده يتفتح الفيلم مثلا كده وتشوف البطل واقف ورا القطبان والقضب يحكم عليه وبعد كده تجيلك دوامة يعمل فلاشباك يرجع بالزاكرة يجيب لك القصة من أول فهنا القصة بدأ يرجع هلك من الآخر سيقول الصفحاء من الناس ما ولاهم اتعرف ان ده اسلوب حتى في القرآن في تعليم القرآن احيانا يجيب لي قصة وبعدين يجيب لي في الآخر الدروس المستفادة صح واحيانا يجيب الدروس يبدأ بيها الأول وعدين يقول تعالى ما احكي لك بقى اللي حصل واحيانا يجيب لي قصة مختصرة في سطرين ثلاثة ايوة الله يا صد اتعرف عمل كده مع أصحاب الكهف ايوة ايوة يقولك ايه ام حسيبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة اذا أول فتياتوا إلى الكهف فقالوا ربانا أتنا من لدنك رحمته وهي إلن من أمرنا رشدة فضربنا على أذنين في الكهف السنين القصة كلها في سطور محدودة ثم بعثتهم لنعلم أي الحزمين يحصل لملابسوا أمد القصة كلها ده الملخص وبعدين يبدأ يشرح لك بعدها بقى نحن نقص عليك نبقاهم بالحق الأنباء بالتفصيل الأنباء بالتفصيل يعني كان هذا هو الموجز وأليكم الأنباء بالتفصيل قصة يوسف قال القصة قالها شغالة شغالة الفصل الأول الفصل الثاني الفصل وفي الآخر يزدر السطار ولكنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عجر المحسنين صرحة الأحزاب بقى العكس يا أيها النبي يتقي الله يدي الدروس ولا تطع الكافرين والمنافقين بعدين واتتبع ما يوحى إليه يدونه التوجهات وبعدين يبدأ يحل يسرح لنا بقى يتعالى يا جماعة ده كان في قصة الأحزاب وهكذا إبداع في القرآن الكريم سبحان الله خلينا نطلع فاصل ونعود إلى مستمعين الكرام بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا ورجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين والمستمعات مع هذه الحلقة المتميزة من برنامجكم آية وحكاية إحنا كنا وقفين أنا وفضلت الشيخ رمضان عبد المعز اللي أنتوا سمعين صوته الشجي ده ودلوقت ربنا يدينه الصحة ويخليهنا الله يكرمك كنا وقفين عندي أنه الإعجاز القرآني في التنويع في طريقة العرض أيها مرة يجيب ملخص ويجيب القصة ومرة يجيب القصة ومرة يجيب العبر والأحكام والدروس المستفادة ويروح داخل على الموضوع ومرت وفاجأ بنفسك في حدث غريب وغامض زي قصة يوسف كده إذ قاله يصفه بدأت بمنام وقصة بتشويقي ومر أسلوب استفهامي سبحانه الله العظيم ممتع 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 قرآن ده والله يبرك لنا في القرآن الكريم أمين يا رب هنا بقى بص الآية بقى أنا عاوزة لفتنظر السادة المستمعين طبعا مش حالفتنظر الشيخ رمضان لأنه حفظها وعرفها أظهاري بقى الله يكرم فخد بالك من حكاية الهمزة والسين والتاء الهمزة والسين والتاء إذا دخلت على الفعل الماضي حولته إلى أمنية مستقبلة حاجة حتحصل الإنسان فيها يستجدي غيره لحدوثها أو يطلبها طلبا حثيثا فكلمة قام هذه فعل قامه قام لما نقول استقام يبقى ده طلب حثيث عليها مثلا علم استعلام فهم استفهم خدم استخدم يبقى أي حاجة في همزة والسين والتاء بتحس أنه فيها طلب وطلب لحوح وطلب باستجداء وحرص عليه فربنا هنا بيقول إيه سيقولوا السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلاتهم والتي كانوا عليها طيب لما القرآن يقول سيقول السين تفيد الاستقبال السين تفيد إيه يعني حاجة في المستقبل هيحصل لو ما كانوش سفهاء ما كانوش آله والله ما كانوا آله تصور حضرتك إن ربنا بيقول يا جماعة أنا على فكرة الموضوع القدل إيه قد نرى تقلب وجيك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها واخد بالك يا محمد السفهاء هيتكلموا في الموضوع ده ويقولوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فلوما مش سفهاء كانوا قالوا إيه كده؟ طيب والله ما إحنا متكلمين أه مش كده كانوا فوتوا الفرصة على القرآن وقال لك القرآن بيقول للسفهاء حيقوله وإحنا ما قلناش حاجة حد فيك قال حاجة يا جماعة يروحوا بصلي بعض دوله لا يقوم يصيبونه بحرج إنما لما يقول سيقول السفهاء التي تفيد الاستقبال سيقول السفهاء من الناس الأمر الثاني هنا فيه ملحظ لطيف قوي وهو كلمة من الناس القرآن ما بيعممش مش كل الناس يبقى مش كل الناس فيهم سفهاء بس لكن مش كل الناس سفهاء إنما فيه السفهاء بس من العكد الأمر الثالث من هو السفه؟ الذي يضع الشيء في غير موضعه الله يفتعي عكسه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه يبقى معنى كده أن السفه يضع الأمر في غير موضعه يضع الأمر في غير موضعه المؤمن المؤمن ما ينقلش كلام المؤمن ما يتكلمش عمياني كده كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع صحيح والله إحنا ليه بقى عندنا أقولك أنا سمعت بيقولوا يا مولانا يا مولانا ده يكتبوا صورة يجيبوا صورتك ويكتبوا خبر عليها آه الشيء خالد الجندي قال كذا 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 قال تقوم الصورة ديت تتاخد وتلف على الفيسبوك وفي شوالة واحد كلف خطره إنه يعرف السلام عليكم يا شيء خالد هو أنت قلت إن البيرة حلال ما بيحصلش بحدش بيقول كده كله بيشتموا بتاعه كده يا أخوان أيوة أيوة علماء السلطة أيوة تقول الدين تجار الدين أيوة تقول بيرة حسن الله ونعمل يعني يعني يجيب صورة ويقول أنا قلت كذا يا جماعة أنا مولتش حاجة هو أنا لما أقول قال الإمام فلان كت وكت وكت تقول رمضان عبد المعزة قال أنا مولتش حاجة أنت عارف أنت عارف اللي بيشير ومن غير ما يتثبت وخاصة لما الأمر يتعلق بأهل القرآن والعلماء ده دليل واحد إنه هو سيء الظن ما عندهش حسن ظن بعلمائه ولا بأهل القرآن والمؤمن مش سيء الظن والمؤمن مش سيء الظن تاني حاجة يدل على إنه خفيف إنه هو السفي لأنه فعلا عامل زيه ولذلك ربنا بيتكلم عن الناس اللي رددت حادثة الإفكة على أم المؤمنين بيقول ده ربنا بيقول إذ تلقونه بألسنتكم السؤال هو أنت بتتلقي يعني مستمعين إحنا بنقول مستمعين الكرام أهم بيتلقوا الكلام بأسماعهم بيقاء بالأذن بيقاء أنا بقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وأنا أتلقى الكلام بأذني ولا بالسان يا مولاني المفروض بالأذن لا ده بيقولك ده بيخدها على الطاير ده ما بيوصلهاش لودنه يعني ما فلترش المعلومة عارف اللي جاله كرة كده زي محمد صراح كده بياخد الكرة على الطاير الله يسعده يا رب ده بيقولك ده ما وقفش الكرة ما سبتهاش ده هو ما سبتش الكلمة هو لو دخلها ودنه وفهمها ما خلنش طلعها صحيح ده رأخد المعلومة على وش رجله أيها بالضبط على وش لسانه بقى على وش لسانه فربنا يقول سيقوله السفهاء من الناس فعرفنا السفيه ومين السفيه هو الذي لا يتسبت مما يسمع السفيه هو الذي يردد ما يستقبل من كلام من غير أن يتدبر فيه أو يتأمل فيه أو يتأكد من صدق المعلومة التي ينقلها الآخرين والقرآن لما يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هو مش كلمة نبأ دية يعني خبر أميله إلى الصدق من كلمة خبر طبعا طبعا يعني أقوى من كلمة خبر كمان شوف في اللغة العربية عادي حنقول دول متراضفات إنما في القرآن مش متراضفات يقوله وجئتك من سبأ بنبأ يقين يعني ما تقلبش وراي النبأ هو الإنباء لذلك ده أشرف كلمة خدها البشرية الذي يلقى إليه بالنبأ اسمه نبي نبي صحيح لأنه أصلها كلمة نبأ وحزفة الهمزة للتخفيف ونبوءة ونبوءة فالنبي هو الذي يلقى إليه الخبر من السماء من الله سبحانه وتعالى جل وعلا ما في خرأ والنبيئين طبعا وبالمناسبة دي منزلة مرتفعة جدا لذلك أن من ضمن ما عليها نبأ ارتفع أنت بتقول أنا أنبو بك أنك أنت تقول هذا الكلام يعني أرتفع بك وأرتقي بك فنبأ ارتفع وارتقد درجاته فشو لم أقولك إيه وجئتك من سبأ بنبأ يقين ومع ذلك سيدنا سليمان يقولي سننظر سننظر أصدقت لم كنت من الكاذبين هو ياخد الجملة كده الأنبياء دول يعلمونه قمة الحكمة إنما يا مولانا كده الناس تقعد تشتم مشايخ تشتم دكاترة تشتم رموز في المجتمع عشان صورة جات له ها على الفيسبوك وقال لك شوف يا عام شوف وكان الرجل هو ماضي تحته يعني وكانه الكلما جات له عن الشيخ فلان وكانه الشيخ فلان قال أيوة أنا قلت الكلام ده فعلا لا لا وبعدين ايه كمان احنا عندنا دلوقتي بيقنا في عصر ما يسمى ورعيازه بالله يعني بالفوتوشوب أيوة طبعا أي حد عاوز تصوره مع أي وحدة ولا مع أي حد المسألة في المنتقى البساطة ولا الجن الأثر يعرف يطلع الصورة دي مزورة تصور أن أنا تعجبت أنا كنت تعرف أن ده في الصور حد قال لي ده في الفيديوهات كمان أيوة الله ده ممكن يجيب لك فيديو أنت كنت في البيت لا بيض جامعة هارفارد عملوا برنامج يا مولانا والبرنامج ده خلاص يعني متاح للناس البرنامج دوت إن هو بس ياخد منك مقطع يصورك مقطع لمدة ربع ساعة خلاص ويركب بقى حضرتك عليه خطبة طولها ساعتين ثلاثة وكأن أنا اللي بقول الكلام وكأن أنت اللي بتقول ويحرك بقك وشفيه أنت وبتتكلم واتون الصوت بتاعي خدوا الصوت خلاص كل حاجة وملامح الوش وأنت بتتكلم وبتشوح بإيدك وبتتكلم بما لا يدع مجالة للشكل إن أنت قدام الشخص قدامي اللي قلت هذا الكلام يبقى ده يتطلب مننا حذر ولا لا طبعا طبعا كونوا حذرين لأنه ليس كل ما يسمع يقال وكفى بالمرء إثمان إيه أن يحدث بكل ما سمع سبنا بقى نطلع فاصل ثم نواصل ابقوا معا ورجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامجكم آية وحكاية حبيب يا شيخ خالد يعني يشغل البال يا حضرات مسألة سيقول السفهاء وإن المؤمن له سفيه ولا بيقلد السفهاء آه وأتعرف يا شيخ خالد خطورة الكلمة داخل المجتمع وخطورة الشائعات وخطورة تناقل هذه الشائعات إن الذين يحبون إيه أن تشعل فحيشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وربنا نقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني مسألة تناقل الجمل وتستباح أعراض الناس ما هي يا ستس المسألة بقت سهلة كمان ياريتها بقت كلام دلوقتي ده هو هو اللي حصل دلوقتي في عالم الفيسبوك أو في عالم الناس يحط الصرة في حتة يشوفها ثلاثة مليون في وقت واحد وفي نفس الوقت من الممكن أن يختفي ولا يراه أحد فهو فكر أنه ليس عليه رقيب من السماء يقول لك عما نحشيرها بضغط الزر ولا حد يعرف يصلي باسم المستعارب عنوان مستعارب للأسف صحية فبتكون النتيجة إيه إن هو بيراعي قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطة يبقى الإنسان لازم يحب محيطة شوف 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 كلمة إيه محيطة الإحاطة الكاملة الشاملة سبحان الله فالحياة الآن دي سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلاتي وكانوا عليها بنلاحظ فيها حاجة تانية إن هو السؤال عن حكمة الشريعة ونتمالك ونتمالك شوف صحيح الحاجة غريبة جدا يعني هو ليه المغرب تلت ركعات لا يسألوا عن ما يفعل وهم يسألون أنا مش فهم ليه منطوف سبعة شواط الله ليه الظهر أربعة ده إحنا يا جماعة في الحج بنبوس حجر وبنلف حول حجر وبنضرب حجر لأن دي مناسك وشعائر إحنا أنا بنعبد أحجار وأنا بنقدس أحجار وسيدنا عمر وقف بيقوله والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك بس أنا مش مقتنعة لحوله ولا قوات عيد لا بالله مش دينا برضو أحس على العقل وإعمال العقل أنا عايزك تخنعني وأنا مالي ومن الكلمات اللي بيدلسوا بيه على بعض فضلت شيخي ولك أصلي ربنا عارفوه بإيه بالعقل طيب يا سيدي خلاص خدامك يا أبو عقل أنت عرفت ربنا بالعقل أنت بقى الذي تكمله الجملة تقوله ربنا عارفوه بالعقل إنما عبدوه بإيه بالشرع هو النقل يعني ربنا عارفوه بالعقل وعبدوه بالشرع مش عبدوه بالعقل يبقى في حاجتين لازم تفصلهم عن بعض المعرفة والعبادة المعرفة عرفنا ربنا بالعقل شكرا العبادة دي سمعنا وقطعنا أمر توقيفي بالزبط كده فإذا زي زي ما زي ما أنت عارف إيه مثلا إشارة المرور إشارة المرور إذا قدت حمرة أقف خضران أصفر هدي ماشي الكلام ليه؟ شمعنا لغضة رمشي طبعا أنت عايز نعملها لك أورنج نعملها لك فوش يا مثلا لا أنا عايز أقولك أنت عرفت خلاص الإشارات ما تعملش حاجة بقى إلا بموجب الإشارات اللي تتحذليك يعني أنا عرفت إن الإشارة الحمراء أقف والإشارة الخضراء عدي لكن مش حقدر أقف أو أعدي إلا لما تقيد واحدة من اللومت عشان أقدر أستجيب أنت عرفت ربنا أوكي متشكرين جزاك الله خيرا إنما ما تقدرش تجيب أي حركة تشريعية أو تعبدية إلا لما يجيلك أمر من الله جات لك الإشارة تقوم واقف تاني وتقول الله يا ترى جابها ليه؟ يعني بالزبط بالزبط تصور حضرتك لو واحد بيته في حريقة الله محفظنا يعني ورح أول بلأ بيته بتحرق واحد بيته بتحرق رح وقف على باب الشقة وحط يده تحت لها يا ترى الحريقة دي من إيه؟ حد رمز جارة يا ترى يكون مس يا عمي خش طف الحريقة بالزبط وهل هي ستستغرق وقتا طويلا؟ يا ترى دي فعل فعل يا ترى خضاءة وقدر يا ترى كان فيه بتجازة مفتوح يا عمي خش طف انقذ ما يمكن انقاذه ربنا أمرك بصلاة الظهر وبصلاة الظهر وبعد كده أنت ربنا أمرك بالحجاب اتحجيبي وبعد كده بقى جات لك الفكرة تعرف السبب ولا ما تعرفيش السبب مش دي القضية سمعنا وأطعنا قو أنفسكم وأهليكم نارا مش كه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير هو الله يقضي الخير لكم الأمره والرسول كمان يقضي؟ أمار الرسول له قضاء زي القضاء الإلهي بالزبط أصلا بتقول كده وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنا أقول لك على حاجة صلى على الحبيب اللهم صلى وسلم أعجب آية شفها في طاعة النبي صلى الله اللي بقى الآية العجيبة ربنا قالك تعال هنا تعال هنا نعم يا رب أنت عمرك ما حتؤمن ولا حتشم ريحة الإيمان إلا لو خلت النبي الحكم عليك هو اللي يحكمك هو يحكم عليك بما يريد وقسم كمان آه قسم فلا وربك لا يؤمنون حتى مش وربك ده قسم صح آه حتى يحكموك فيما شجرة بينهم حاضر رب مش كفاهي أنا أحكم منه قالك تعال مش كفاهي إيه تاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني قلبك بأراضي ومسلم ومستأسلم آه عاضر ويسلم تسليما إيه سلم تسليما إن كنت تتنزه عن أي حركة الانقياد التام آه تسلم وتسليما آه يعني ليس لك الحق لا في إبداء رأيك ولا في الاعتراض يصبح ولا في الامتعاد يا أخي أنا بتعجب يعني يعني يقول لك إحنا قرآنيين إحنا قرآنيين ثم القرآن اللي بيقول له إحنا يعني فين تودي فين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك آه مش مسا حتى يحكمو القرآن آه لا حتى يحكموك أنت النبي محمد يا رجل دا بيقول لنساء النبي واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله هذا القرآن آه والحكمة إيه بقى الحكمة دي يبقى مش فاضل عندنا غير إنها تكون السنة أبش كده يبقى من آيات الله والسنة صح اللي هي الحكمة الدرر اللي كان بيقولها السنة والذي بعث في الأمين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويزكيم ويعلمهم الكتابة والحكمة والحكمة يبقى دي حاجة غير القرآنة هي أب الزبط تيجي أنت تقول إنها مش موجودة ده 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 يعني الحقيقة والله يا شيخ رمضان أنا بتعجب عموما الناس العجيب بقى أول ما اتغيرت القبلة الناس نأسموا إلى أربع أقسام أيها سيدي اليهود والمشركين والمنافقين والمؤمنين تعال ناخد المؤمنين أول لأنهم أعلاهم شأنا ردود الأفعال يعني أيها ردود الأفعال قالوا إيه سامعنا وقطعنا لدرجة إنه هم نادم ونادي عليهم وهم في الصلاة العصر في مسجد قباء و مسجد بني سلمة بني سلمة في مسجد القبلتين دلوقتي أيها بطب وقال لهم إيه الراجل بقول أشهد الله أني صليت مع رسول الناس صلى ناحية البيت وهم بيصلوا غيروا قبلتهم والله محد عطرت 180 درجة يعني الاثنين عكس بعض تماما إيه يا شيخ رمضان لأنهم صلوا الصلاة دي بقبلتين فسميها مسجد القبلتين فالمؤمنين عرفناهم أهل التسليم والقياد واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا آه مش سمعنا وعصينا سمعنا وأطعنا آه المؤمنين خش على اليهود بقى اليهود اليهود قال لك يعني ما الذي دفع محمد أن يترك قبلة النبيين من قبله لو كان نبيا حقا ما ترك قبلة الأنبياء الذين كانوا من قبل آه اليهود يعني اسم الله عليهم أوي لما كان قعد 18 شهر بيصال القبلة الأنبياء اللي قبله كان هم مؤمنين به كان هم التبعيد يعني أه شوف يا أخي تلبيس المشركين قالوا محمد عاد إلى قبلتنا يوشكوا أن يعود إلى ملتنا صحيتنا وجيب المنافقين قال لك والله لو كان في الأول صحي بقى هو دلوقتي غلط المنطق المغلوط ولو كان في الأول غلط بقى هو دلوقتي صح وفي الحل تدمي بأش نبي المهم في النهاية سيقول الصفهاء من الناس ما ولهم عن قبلاتي من اللي كان علي الرد الحاسم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم شكر الله لك يا شيخ خالد شكر الله لكم وستمعنا الكرام على وعد باللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة